هذه أربعة محاور تبعد الدبابات الإسرائيلية مئات الأمتار عن مجمع الشفاء الطبي السؤال إذا كانت إسرائيل تستطيع التقدم كما يقول الجيش الإسرائيلي ولديها سيطرة على المكان وتطوق وتحاصر المكان لماذا إلى الآن لم تستطع أن تدخل مجمع الشفاء الطبي هذا أولا رامي السؤال الثاني لماذا تسير إسرائيل مسيرات محملة برشاشات تطلق النار على كل من يتحرك في مجمع الشفاء الطبي أنا أتصور أن إسرائيل الآن عاجزة فاشلة لا تستطيع أن تدخل إلى مجمع الشفاء الطبي بدباباتها نظرا للمقاومة الكبيرة بحسب شهادات النازحين من تلك المناطق والعالقين الذين تصل مناشداتهم مع النازحين الذين يصلون إلى هذا المكان تحديدا المناطق الجنوبية يقولون بأن تلقى هذه الآليات والمدرعات عتاوى شديدة من قبل المقاومة الفلسطينية أصوات القذائف التي تطلق من قبل المقاومة واضحة لأن أصواتها بطبيعة الحال أقل من أصوات القذائف المدفعية التي تنطلق بشكل عشوائي فضلا عن رشاشات الدبابات الثقيلة التي تطلق بشكل عشوائي وذلك تزامنا مع عمليات الاشتباك التي تخوضها المقاومة الفلسطينية من مسافات قريبة من فوق الركام ومن أسفل الركام الذي أحدثته آلة الدمار الإسرائيلية أشير فقط أيضا إلى أن معظم الآليات الإسرائيلية التي دخلت جرفت ما في طريقها بمعنى أن إسرائيل اتبعت سياسة الأرض المحروقة ما مرت عليه إسرائيل يعني الأرض التي مرت عليها إسرائيل أمنتها بشكل كبير جدا لكن أيضا هناك تساؤل مهم ما الذي دفع بهذه الآليات أن تصل كما قالت إسرائيل دون مقاومة هو بنظري ما جرى بالأمس حين وقعت عدد من الدبابات الإسرائيلية في كماء للمقاومة نعم وأنت تشير لي موضوع الوقوع بفخ نشير للعاجل على شاشة الميدين أيضا أكسيوس عن مصدر إسرائيلي قال أنت أبلغ أوستن أن السياسة الإسرائيلية تقضي بعدم فتح جبهة ثانية في لبنان تلك أيضا اعتبارا مما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية قبل بعض الوقت أنه كان في اتصال وأبلغ أوستن وزير الدفاع الأمريكي أبلغ وزير الأمن الإسرائيلي بأن تمتنع إسرائيل من اتخاذ أي خطوات تؤدي إلى فتح حرب كما وصفها أو نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية مع حزب الله وأنت تشير بالعودة إليك زمينا أحمد غانم إلى أنه في استراتيجية وتكتيك خاص بالمقاومة لإقاع هذه القوات المتوغلة بالفخ ونحن نشاهد نوع من الاستعصاء العسكري من أي إنجاز بالنسبة لتلك القوات